في عنوين النشرة الجميل البطاقة الممغنطة لتطيير الانتخابات وعن البواخر خي ما بتستحوا؟ هالإصرار بالقوة بدنا نجيبه؟ وأحين؟ المجلس الدستوري يدرس الطعنة بقارون الضرائب والقرار في مهلة أقصاها 15 يوما جريمة في حارة صيدة وتوقيف القاتل أنا بطلب من الدولة مرة واثنين وثلاثة وعشر مليون أقصى العقوبات أنا عيني الخالد واللي بيعمل مثله فضل الله تحذيرات السفارات مخالفة للأصول لا يحق بأي سفارة أجنبية في بلدنا أن تتحدث عن أمننا الداخل هذا مسؤولية الدولة مؤتمران في نيويورك أحدهما قطري وآخر للدول المقاطعة دولة قطر دوما رفضها المطلق لجميع أشكال التعصب والتطرق موسيقى من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة الظاهرة قررت محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القادي إلهام عبد الله وقف تنفيذ قرار إقفال مطمر الكوستا برافا لحين البت بالدعوة العالقة أمامها والمجلس الدستوري عقد جلسة اليوم من دون صدور أي قرار بشأن الطعن المقدم إليه من عشرة نواب بدستورية القانون الرقم 45 الخاص بالضرائب وستعقد الجلسة الثانية الأربعاء المقبل ضمن المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوما من تاريخ جلسة اليوم وبالأمس لزمت الحكومة إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي لشركة ساجيم وتبلغ قيمته حوالي 40 مليون دولار ما عد فضيحة لسيما وأن الذريعة لهذا الاتفاق هي نفسها التي تحضر في كل ما يخص الانتخابات النيابية والتي استخدمت المرة الماضية لتبذير التمديد الثالث لمجلس النواب وهي ضيق الوقت والمهل أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن اللطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الأسباب الأساسية لتزوير الانتخابات البطاقة الممغنطة خبرية بريء الزيت يلي حكينا عننا من أول نهار وقتا كنا عام نناقش إنون الانتخابات واتهمنا بالشعبوية البطاقة الممغنطة أصبحت اليوم سبب من الأسباب الأساسية أو لتزوير الانتخابات إذا تم إقرار هذه البطاقة وتم تنفيذ هذه البطاقة لأنه كلنا منتذكر انتخابات الألفين كيف احتجزت البطاقات الانتخابية وكيف كانت البطاقة الانتخابية أدت للضغط على الناخبين بالتالي من الأول عام نقول لكم أنه هذه البطاقة هي ضد حرية الناخب وبتضرب حرية الناخب لهذا السبب بأكثر دول ديمقراطية بالعالم مثل فرنسا ما في بطاقة ممغنطة ولا في بطاقة انتخابية بيقدر واحد ينتخب برخصة الصيد كرميلتا يضمن أنه ماحدا بيقدر يمنعنا أنه مارس حقنا بالانتخاب بعدين كلفة 120 مليون دولار ستمزحوا وبتكن تلازموها بلا مناقصات ستمزحوا وبتكن تعملوها محل تذكرى يعني بطاقة الهوية يعني بتكن توزعوا 4 مليون بطاقة من هلأ للانتخابات النيابية عم تمزحوا يعني يا أما عم تعملوا كل هالخبرية كرميلتا تطيروا الانتخابات أو عم تعملوا كل هالخبرية تتعملوا سفقة جديدة وتلزيم جديدة بالطراضي بكل الحالات هيد الخبرية هيد فضيحة النائب الجميل تحدث عن البواخر وقال تريدون بالقوة استأجار البواخر فيما يمكن تلزيم الأمر للقطاع الخاص ألا تخجلون من صفقة البواخر وأطلبوا من الرئيس بريس قاط حصانته وليذهبوا إلى القضاء في موضوع بواخر الكهرباء مكملين بالفضايح وهنا سمعوني مضبوط هالبواخر من أول نهار قلنا لكم من أول نهار أول ما رأينا خطة الكهرباء من تقريبا سيصبح ثمانة شهر من أول نهار قلنا لكم هدفكم نجيبوا هالباخرتين على لبنان من أول نهار وسمينا اسم الشركة من أول نهار ما هي الصدفة أنه اليوم معامل حكا إلا بهذه الشركة هذه الأصرار لا تستحو هالإصرار بالقوة نجيبه نعمل بالأول نجرب بلا مناقصة تقوم لأيام نعمل مناقصة على القياس دفتر شروط على القياس نبعدوا على دائرة المناقصات أول مرة يرد ثاني مرة يرد ثالث مرة بالقوة يجبوا يعملها مثل ما أنتم تكون لنالكم من أول نهار ليس مهم تبعتوها على دائرة المناقصات مهم دفتر الشروط من يعملوا ليس شغلتكم أنتم تعملوا دفتر الشروط دائرة المناقصة تعملوا دفتر الشروط لأنه عم تعملوا عايز هذه الشركة يعني ما بتستحوق وشو نقصنا بالآخر نقصنا هاي الشركة طلع بيانات لأنه عارفة أنه هي ربحانة يعني على المفضوح الخبرية على المفضوح الشركة يلي تفاتوا أنتم يعملوا بيانات تهددنا أنه إذا نحكي بعد عن صفقات البواخر بدا تاخد إجراءات قضائية بحقنا يعني أول شيء من وزراء الحكومة يدعو علينا هلأ صار دور الشركة تدعي علينا بعد هناك أحد نحن يدعي يا عمي والله روحوا على القضاء وخلصونا بقى وهذه الحصانة التي تشلناها روحوا عند الرئيس بر من الآن نبلغ للرئيس بر نحن الحصانة التي تشلناها روحوا على القضاء يا يا أنه بالقوة بدنا نستعجر على خمسة سنين بواخر بمليار وثمين مليون دولار بالوقت بالوقت يلي أقرينا نحن قنون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقدرون أن نحن اليوم لا نكلف الدولة ليرة نسمح للكطاع الخاص يجي عمر معامل من دون ما نكلف خزينة الدولة دولار واحد لماذا تعملوا هذا؟ والحلو هلأ هيدا الشركة المهضومة داعية الأعلميين يعملوا زيارة يخي ميخبركم أنه نحن أنه مقررين عارفين وخلص ومركبين ماضيين أنتم والشباب هل قد معنيين بالموضوع بطلعوا بيانات تعزموا الأعلميين لعندكم كيف هاي؟ المجلس الدستوري يلتأم للبحث بالطعن في قانون الضرائب عقد المجلس الدستوري أول جلساته اليوم لمناقشة الطعن المقدم من النائب سامي جميل بقانون الضرائب الجديد الجلسة سبقها بيان صادر عن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان جاء ردا على ما أسماها اللغط في وسائل الإعلام بشأن الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري وبث معلومات عارية من الصحة ويوضح أن جلسة اليوم تلتزم بالقانون الذي ينص على أن يجتمع المجلس في مهلة أقصها خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير وأن الاجتماعات تبقى مفتوحة على مدى خمسة عشر يوما وحتى الوصول إلى قرار غادر أعضاء المجلس بعد الجلسة ملتزمين بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ كما جاء في بيان رئيس المجلس لذلك على أن يجتمع نهار الأربعاء النائب حسن فضل الله يؤكد استدباب الأمن في لبنان بفضل تضافر الجهود الأمنية فيه وأنه لا يحق لأحد الحديث عن أمننا شدد رئيس لجنة الأعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله على أن ما صدر من بيانات أمنية تحذيرية لاستفارات الأجنبية منذ أيام مخالف للأصول الدبلوماسية وفي خلال ورشة عمل حول تقطية الانتخابات النيابية التي ينظمها المجلس الوطني للأعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع المرجعية النظمة للاتصالات والإعلام في إيطاليا لفت فضل الله إلى أن الأعلام معني بالتصدي لمثل هذه الظواهر لا يحق لأي سفارة أجنبية في بلدنا أن تتحدث عن أمننا الداخل هذا مسؤولية الدولة بأننا في لبنان استطعنا أن نحمي أمننا ونحرر أرضنا وربما يشعر اللبنانيون في هذه الأيام بالاطمئنان والاستقرار والأمن أكثر مما تشعر به عواصم السفارات التي أثارت بعض القلق في الأيام القليلة الماضية وفيما خص الانتخابات النيابية أكد فضل الله الحرص على إجرائها بشفافية وواحدة من أهم الإيجابيات أننا استطعنا أن نقر قانونا جديدا للانتخابات ربما لا يلبي طموحات بخاصة أننا نحن من أصحاب فكرة القانون الانتخابي القائم على النسبية الكاملة وعلى لبنان دائرة انتخابية واحدة لا نريد لأي تعقيدات تقنية أياً تكن أن تشكل عقب في وجه إجراء الانتخابات في مواعيد نحن نريد لهذه الانتخابات أن تجري في مواعيدها وأن تكون انتخابات شفافة وتمنى فضل الله أن تكون الانتخابات بعيدة عن أي محاولة تلاعب قبل إجرائها قتلها قتلها أمام ابنتها وثلاثة أشخاص آخرين ثم سلم نفسه جريمة مروعة هزت منطقة حارة صيدة مساء الأحد ذهبت ضحياتها الفلسطينية فاطمة خيزران 49 عاماً التي قتلها طليقها نعيم الخالدي 53 عاماً بعدما تسلل إلى منزل زوجته السابقة الكائن في منطقة تعمير الحارة في صيدة من على الشرفة أثناء وجودها وابنتها وأحدى جاراتها برفقة ابنتها أيضاً والعملة الأجنبية في المنزل وتوجه مباشرة نحوها فحاولت الاستعانة بجارتها لكنه أطلق النار عليها من مندقية صيد كانت بحوزته فأرداها على الفور على مرأة من جارتها وابنتها ولاحقاً قام أرجاني نعيم الخالدي بتسيم نفسه إلى القوى الأمنية في نظارة قصر عدل صيدة وفي المعلومات أن الخالدي اعترف بجريمته وأنه كان على نزاعاً مع زوجته السابقة على إثر خلافهما على ملكية المنزل وتقسيمه وأنه كان ينوي الانتحار بعد ارتكاب الجريمة لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وفضل تسليم نفسه أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقاً شبه قرابة الرابعة في الطابق الثاني من سرايا زحلي في مكاتب تابعة لوزارة المالية وقد عملت العناصر على إخلاء المبنى وإنقاذ 19 شخصاً بينها عناصر قوى أمنية وموقفين من المكاتب وعن الأسطح بواسطة السلالم وعمل موظف سرايا من مدنيين وعسكريين على إزالة الآثار والرواسب التي سببها الحريق وقد تسببت قوة الحريق في الطابقين العلويين للمبنى بإصابة عنصر في مدرية أمن الدولة بحالة إغماء بعدما قام بتأمين الموقفين الستة وإنزالهم مع عناصر الدفاع المدني ونقلهم إلى مكان آمن وتعمل قوى الأمن الداخلي حاليا على حراسة المكان وإقفال بوابة الدائرة بانتظار وصول لجنة تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق والمرجح أن يكون سببه احتكاك كهربائي بحسب ما حددته كاميرات المراقبة وقد خلت بعض مكاتب السراية من موظفيها الذين وقفوا في أمكنة تقيهم من تنشق رائحة الدخان كما تم قطع التيار الكهربائي عن الطابق الأول جانب القسم المتضرر في حين تأثرت في الطابق الأخير مكاتب أمن الدولة والمخابرات والصحة والاستقصاء والوكالة الوطنية للإعلام وينشد الموظفون محافظ البقاع القادي أنتوان سليمان بتلزيم شركة تنظيفات متخصصة القيام بالأعمال المستعصية أهالي الموقفين الإسلاميين نفذوا اعتصاما أمام سرايا ترابلوس وطلبوا بقرار قانون العفو العام لأبنائهم جدد أهالي الموقفين الإسلاميين تحركاتهم بعد توقف دام أشهرا إفساحا بالمجال لدرس ملف العفو عن الموقفين حيث نفذوا اليوم اعتصاما أمام سرايا ترابلوس تحت شعار نفذوا وعدكم إن كنتم صادقين وقد رفع الأهالي اليغفطات والشعارات التي تدعو إلى تنفيذ العفو الذي وعدوا به أو الإسراع بالمحاكمات أمني أمني أخبر لي أمني أنه خلص دي ما فيهولي رواي أنه وعدوني من مال ما فيهولي رواي أنه سبع أولاد حرام ريحونا وعدوا الوعود اللي وعدتونا فيه أصدقه فيه برجع بلك يا سعد الحريري طافتك من غازة من ناقل أنت وعدنا نحن شفناك وعبلناك وقالت فيه وعد فيه عفو وهذا الحديث مضى عليها لخمس شهور وناشدت المعتصمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الوفاء بوعدهما وإقرار قانون عفو عام بعد العلان سكاف تكرم المطران سيخالي أهلا بكم من جديد قضت المواطنة ميم حاء من بلدة كفرة قضاء بنت جبير بطلق الناري ما أدى إلى وفاتها التفاصيل مباشرة مع الزميلة فوتون راعد فوتون أهلا بك ما أبرز المعلومات المتوافرة لديك حتى الساعة داليا تتحضر كفرة لتشيع ابنتها مايا حمدان البلغة حوالي 33 عاما مايا قضت بسلاح صيد للأسف هناك ملابسات مأساوية في هذا الحادث سيطلعنا عليها أكثر رئيس بلدية كفرة دكتور معن عبادي دكتور كيف توفت مايا مساء الخير الأول شيء نعزي أهلها لمايا ونعزي زوجها وولادها واخوتها وأهلها وأعلي حمدان الكرام شو صار شو صار بقلب البيت حتى توفت مايا أنا أوكي مايا هي وزوجها كانوا بدون يتحضر وأنوا ينزلوا على بيروت وبيتهم امترف مثل منكم شايفين وقريب فعارة البيت المترف يجوا عليها الخنزير وبيخربوا بالنسب فعمل فتلي زوجها وبهاي الفتلي أنه نزل طل على الجنينة عن نصب التينات والعنبيت والخضرة ورجع على البيت حط برودة الصيد بغرفة صغيرة بهاي الغرفة أنه الكضاء والكدر هي اخترت أن تصلي بهاي الغرفة بس هو شال الخرطوش اللي فيها يمكن يكون فيه شي ضرب معلق فيها وهو فات على المتبخ وكانت البرودي محطوطة هي وعم تصلي مايا يمكن على الأغلب أنه إجا ابنة حط إيده على الزناد وحادثة الحادثة يعني للأسف الشديد أنه طلع الضرب فيها وهذا اللي صار شكرا لك داليا مايا لم يعني لم تتوفى على الفور الحادثة وقعت الساعة السابعة مساء أمس منذ الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة مساء كان هناك محاولات لإنقاذها ولكن بقت بالفشل الطلقة أتت في ظهرها طفل مايا عمره أربع سنوات فقط وطبعا يعني هذه الحادثة هي للأسف مناسبة للتوعية على مخاطر استخدام سلاح الصيد في المنزل وكيفية استخدامه بانتباه شديد داليا شكراً شكراً لزميلة فتون رعد التي كانت معنا مباشرة من كفرة كرمت رئيسة الكتلة الشعبية سيدة ميريام سكاف المطران سيقلي وقالت يمكن أن نختلف على العنوين الداخلية لكن لا يمكن أن نزيد على جيشنا كرمت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف المطران نيفون سيقلي سفير الكنيسة الأرتوذكسية في موسكو بمناسبة 40 عاماً على نيافته الأسكوفية في احتفال أقيم في كازين وعرابي في زحله بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية واعتبرت سكاف أن لبنان هو أول كنتوا مع مسيحيين الشرق أو فيياء وما تأخرتوا عن الندقات واليوم بعدنا عم نلمس الخطر يلي بيتطلب منا أولاً أنه نعترف بوجوده وما نقلل من شأنه ولا نعتبره مجرد كذبة لأنه الكذب كلفنا كتير وزي في الحقيقة مواقف عم تعتبر الأمر ما بيستاهل دق جراس إلا علينا تصريحات بتخلي الإرهابي يعيش مرتاح بجرودنا تحركات وعبارات بتنصر منطق التطرف وبتعزز وجود الإرهابيين وبنفس الوقت بتهدد وجودنا كالبنانيين التاريخ ما بيرحم وبسجل المواقف وما بينسى لا تستمعوا إلى الشائعات ولا تصدقوا أن تهديداً ما يهدد أمنكم واستقراركم المالي والاقتصادي والاجتماعي لا تصدقوا لأن هذه التهديدات أتت على أثر هذا الانتصار العظيم الذي لا يجوز أن يكون باهتاً لأي سبب من الأسباب نحن نحن انتصرنا بإجماع اللبناني النادر ودفعنا ثمناً غالية من شهداء الوطن كي نفرح بهم ونفرح معهم في تحرير الأرض وليس لنستمع إلى هؤلاء المتضررين الذين يبثون الأكاذين والأخبار والشائعات كي يثنوا العزائم ويجعل هذا الانتصار انتصاراً وكانت كلمات للمطران سيقلي الذي أثنى على زعامة آل سكاف التاريخية ومنح ثقته لرئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في استكمال مسيرة الزعامة فيما ألقى متروبوليت روسيا هيلاريون كلمة أعلن في ختامها أن روسيا ستقضي على آخر إرهابي من الوحوش في الشرق الأوسط وستعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف اعتصام للعمال المياومين وجوبات الإكراء مطالبين بدفع مستحقاتهم نفذ العمال المياومون وجوبات الإكراء اعتصاماً صباح اليوم أمام شركة دباس حيث قطعوا السير على الأوتوستراد أمام مبنى الشركة لمدة خمس دقائق مطالبين بدفع رواتبهم المستحقة عن شهر آب وحضر رئيس الاتحاد العمالي العام شار الأسمر أكد فيها إذا لم نصل إلى نتيجة إيجابية سنصعد ونتحرك لتحقيق المطالب نحن عطينا موعد نهائي للأبد نهار الجمعة الآدم يعني بعد ثلاث أربعة أيام بعد مننا نحن حرين بالتحرك ونحن راحين بالتحرك تصاعد أما حان لها العمال المناضلين أنه لقيلوا حل هذا شيء مش مقبول بالمقابل منلجأ لبطاقة بيومترية 150 مليون دولار هذا شيء معيب بيروت ترزح تحت النفايات ما في أي موضوع بيكون إليه حل ونلجأ إلى تطيير المصاري شمالا ويمينا إلا عندما يختص تختص الأموال بعامل أو بموظف أو بأجير منلاقي معاش فيه أموال هايدي الأمور لازم حل وإلا راح بيكون في موقف تصعيدي آخر أنا هلأ راح أتصل بالشركة وشوف إذا ما حصلت على نتيجة راح كوم معهم بتصعيد أكتر وأكتر جينا اليوم أمام شركة دباس لنطالب بالرواتب المتأخرة عن شهر آب وهذا المشهد سيتكرر بشكل يومي إذا لم تدفع شركة دباس الرواتب بالقريب العاجل الحل لهذه المشكلة عودتنا إلى مؤسسة الأم تثبيتنا بمؤسسة الأم لهي كهرباء لبنان غير هايك ما في حل آخر رهمنا كل شيء من جهتهم أكد العمال أنهم سيصعدون تحركهم في حال لم يحدد موعد لدفع الرواتب وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى مطار جون كندي بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت على رأس وفد رسميا وإداريا وإعلاميا لتمثيل لبنان في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ينضم وزير الخارجية والمختاربين جبران باسيل إلى الوفد الرسمي وفور انتقاله إلى مقر إقامته عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع أعضاء الوفد المرافق تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في عمل الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للأمم المتحدة على أن يلقي كلمة لبنان في الواحد والعشرين من عيلول الجاري وصل وزير الخارجية والمختاربين جبران باسيل إلى ولاية أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة لمسؤون اللبناني إلى هذه الولاية حيث شارك لدى وصوله في قداس في كنيسة ماريوسوف كما لبى باسيل دعوة السفارة اللبنانية في واشنطن إلى مأدبة غداء أقامتها بمشاركة حجد من أبناء الجالية اللبنانية وفي كلمة له أكد باسيل أن لبنان دون المنتشرين ليس لبنان فلبنانيتكم هي هويتكم لا تخسروها بإمكانكم اليوم استعادة جنسيتكم وعدد باسيل الخطوات التي تم إنجازها وهي ربط اللبنانيين ببعضهم البعض وتأمين حقوق المنتشرين وأولها الحرية السياسية وإقرار قانون انتخاب يضمن إصلاحات هامة أبرزها التصويت الإلكتروني والحوافز الاقتصادية التي تشجع المخدرب اللبناني على الاستثمار في لبنان مشين هيك أنتم مدعوين كمانا هالمرة أنكم تصوتوا ونحن علينا أن نعملكم كل التسهيلات ملح يشرح كتير بكرة طالع تعميم نهار التانين بيوصل على السفرات بقدروا تفوتوا وتطلعوا عليه على البيب سايد تبع الوزارة بس باختصار كل واحد منكم بقدر يفوت يتسجل إلكتروني ونحن يمكن تفوتوا هيدا الشيء بإحنا بساعدنا وبحررنا ده لكم بصراحة ليعرفوا أنه اللبناني ما في شي بيضبطوا إذا بيقدروا يلحقوه على الصندوق خلينيه يروح على الضيعة وإذا بيقدروا يلحقوه على الضيعة هم نعملوا ينتخب بره بره الضيعة وإذا بيلحقوه بره الضيعة على الميجا سنتر عم دلوا روح انتخب وينما بنتك بالعالم ومشي هيك هيدا الحرية المطلقة اللي عم بيخدها اللبناني بالتعبير عنها بعد الإعلان تنصيق بين لفراف وتلرسان أهلا بكم من جديد محاربة الإرهاب والقضية الفلسطينية تتصدراني جدول أعمال المنتدى القطري في نيويورك حول أمريكا والعالم الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت مدينة نيويورك مؤتمران عن أمريكا والعالم الإسلامي أحدهما برعاية قطرية والآخر برعاية الدول المقاطعة لقطر وقد رعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ألثاني المنتدى القطري الذي نظمته اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية القطرية العالم الإسلامي والولايات المتحدة وحضر جلسته الافتتاحية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى جانب نقبة بميزة من السياسيين والمسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين ورجال الأعمال المشاركين من الولايات المتحدة ننتقل الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برري اتخابات عامة بالاختصار تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقات في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب قانون الانتخابات مصرة أولا على الإصرار على التسجيل على التسجيل للناخبين وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن سواء كان في البطاقات البيومترية أو في موضوع الأوقات هذا أولا نحن ككتلة وهذا ما أكدناه بموقفنا سواء باختراح القانون أو سواء في مجلس الوزراء بالأمس وقبل نحن مع إجراء الانتخابات وفق البيومترية وهذا نص القانون الانتخابات على أساس المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو بإجراء مناقصة سريعة بدلا من أن تكون عقود رضائية تتير الإشكالات وتتير الشكوك هذا من جه من جهة تانية إذا هذا التخبط رأينا أنه بموضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت يعني ذلك أن على وزارة الداخلية أن تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر مليون بطاقة كل شهر ونحن نرى في هذا الأمر الصعوبة بالغة كي لا أقول استحالة لذلك لذلك وخوفا من أي تمديد طارق يوضع المجلس النيابي أمامه كما حصل سابقا لذلك تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم قبل تلاوته أريد الأسباب الموجبة انسجاما مع النية التي دعت إلى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21-5-2018 والتي بنيت على أساس اعتماد إجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش خول القدرة على إنجازها في الوقت المحدد والتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى التمديد لهذه الفترة وانسجاما مع المسطح الوطنية نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا إلى المادة 18 من الدستور والمادة 211 من النظام الداخلي لمجلس النواب ونتمنى إدراجه على جدوى الأعمال أول جلسة التشريعية واعتبار ما ورد في الأسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال المادة الوحيدة أولا تعدى للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 يعني انتخاب أعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائيا بتاريخ آخر العام هذا بتاريخ 31 2016 2017 على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عنها في القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وبما يتلاءم مع هذا التعديل ثانيا يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب بالنسبة لمواضيع النفط تعلمون أنه يوجد جلسة تشريعية غدا وبعد غد هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول أعمالها القانون رقم 391 أي وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132 تاريخ 2010 هذا القانون من الضرورة بمكان لإطلاق ورشة النفط وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة أمام من يرغب في الحفر وفي الاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع ولكنه بنفس الوقت برأيي أنا هو الباب الذي يفتح الآن إذا كان الهدف فعلا أن لبنان يخلص من ديونه أن يترافق هذا القانون الذي لا شك أن مجلس النواب سيعالج الأمر غدا والذي يجب إقراره والكتلة مع هذا الإقرار عندئذ رأينا أنه أيضا يجب أن يتبع إقرار هذا القانون القوانين التالي أول اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني صندوق سيادي كي يتخصص هذا الصندوق لأجل سداد الدين على الأقل أو استثمارات لأجل مصرحة هذا السداد الكتلة الكتلة وقعت قانون السيادة هذا من الزميلين أنور القليل وياسين جابر وغدا سيتقدم هذا القانون قانون السيادة البحرية القانون الثاني هو قانون الشراكة الوطنية ستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل في قانون الشركة الشركة الوطنية الأسبوع المقبل ستتقدم باختراح قانون من قبل أحد أفراد الكتلة أو أحد أضائها الأسبوع المقبل وبعده قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر أو المياه الإقليمية هذا مرعبت أن أعلن عنه آملا إن شاء الله أن نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصطح لبنان فوق كل شيء معلوم حضرتنا الدولة الرئيسية نهاية للمرة التحكي عن موضوع إجراء الانتخابات إذا مجل جزين بس اليوم عم بتحطي القوى الأخرى أمام أمر وافع وفعل هذا أفهم المعاجر تفق خلافا لأحكام القانون على بطاقة روية بيومترية ولاس بطاقة مغنطة نعم تفق على بطاقة مغنطة بطاقة بيومترية ولكن وإلنا ما فينا إلا نمشي بهذا الموضوع أصلا نحن كنا مقترحين ثانيا إذا موجود بالمجد 84 ولكن نحن نخل في الأنوب بهذا موضوع ولكن مر شهور من وقت اللي مددنا ليش مددنا نحن مددنا بالأساس 11 شهر من شين على البطاقة ولا لا طيب تا 24 شهر مروا ما نعمل شي أصبح هذا الوقت محرج والإسرار على رفض أيضا موضوع التسجيل كل هذه أمور عم بتأخر الأمور أكتر وعم بتأخذ وقت أكتر صرت خايف أنا يحصل ما يلي يوصلون مثلا لقبل 20 يوم 25 يوم من أيار وقلوا أنه والله نحن مش قادرين المرة الماضية لما مددنا بصراحة كلي مددنا كان الوضع الأمني مخترب في طرابلس خاصة وكتلة المستقبل بشخص رئيسة يجا يطلب مني أنه هذا الأمر أنا مني قادر أني أعمل انتخابات الآن وبالتالي أنا ما كنت بستعد أبدا أني أشتغل ضد الاعتدال وبالآخر شو سيري تبنيت موضوع التمريد في مبرر أما الآن ما فيه أي مبرر على الإطلاق أبدا لذلك عم نقدم نحن اقتراح قانون اختصار قليل لأنه عندما إذا يا حكومي أنت شايفي حالك ما فيك تخلصي ما فيك مثلا نحن عم نقول من هنا لأخر 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 السنة ما فيك تمددي ما فيك تعطي وقت لحل المجلس أكثر من تقطشر أو أقل من تقطشر هذا رص بالأنون بالأنون رئيسي أنا يوم الواضح الموقف أنه بتقريب انتخابات يابي قبل أو آخر شهر 12 في حال ما تم التجاوز من طبع الحكومي اليوم تكسب أنه الحكومي يعني هذا الأمر هذا الأمر لا يعود للحكومي هذا الأمر حل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيبي هذا اقتراح القانون المعجل المكرر خلال الجلسة المقبلة ليس هذه الجلسة ليس بكرة جلسة المقبلة ليش لأنه أنا ملتسم كلاما أمام الحيئة العامة أن لا أقبل اقتراح قانون معجل المكرر إذا أتاني على البيب يعني إذا أتاني عشية الجلسة عشية الجنسي أو قبل 42 ساعة أو قبل 42 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري على كثرة هو زيته هو زيته والبيومترية بتقليلي شو أهمية هذا القانون إذا رياح أنا عم بالعكس أنا عم ساعد الحكومة يا حكومة أنت إذا مش قادري كفي بالبيومترية أخذ الطرار كفي بالبيومترية بتصيري أنت عندك فرصة كل سنة توزع مليون بطاطة بدل كل شعر مليون بطاطة والمرة بروح وفقاً لقانون الانتخاب زيته بس بروح كل واحد على بلده بصوت ببلده بالتذكرة أو بالباسفور الشي العادي ما فيها شيء وبالضل هي زيتها نصوص القانون لا تتغير شيء رئيس سؤال حضرتك هيدا الأخراح القانون المعاجر هو فقط قانون من كثرة التالية والتحير أليس منه تصير مع كثرة أخرى توافق لوئة الرئيس خلال خلال الاجتماعات اللي كانت عم بتم أكتر من كثرة قالوا إيه إذا نحنا ما فينا نعمل انتخابات على البيون المترجي الآن فليش أمر رحش هتأصير مهر بس كان فيه اختلاف شيء يقول مثلا بديها لشعرين شيء يقول بديها لأربعة شهور هون حسمناها قانونا إنو هي أصولا بازم تكون تنتشر ولي همي إذن مشاهدين استمعنا إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبي بري بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير أما الآن فنعود لمتابعة التقرير الذي كنا نعرضه قبل كلمة الرئيس بري وهو يتناول أعمال منتدى القطري في نيويورك حول أمريكا والعالم الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت مدينة نيويورك مؤتمران عن أمريكا والعالم الإسلامي أحدهما برعاية قطرية والآخر برعاية الدول المقاطعة لقطر وقد رعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ألثاني المنتدى القطري الذي نظمته اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية القطرية في فوند كونرد من مدينة نيويورك لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة وحضر جلسته الافتتاحية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى جانب نقبة مميزة من السياسيين والمسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين ورجال الأعمال المشاركين من الولايات المتحدة وأنحاء العالم الإسلامي إضافة إلى ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة ودعى وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن ألثاني في كلمته المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير لمحاربة ظاهرة الإرهاب لا فتن إلى أن الفشل في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للعنف سيسهم في استمراره ومن المؤسف في هذا الصدد أن نلحظ بأنه كلما ازدادت الصراعات والنزاعات ومعاناة الشعوب كلما ازداد عجز المجتمع الدولي وآلياته عن التصدي لها الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة وبوصفها خطرا يهدد الأمن الفردي والجماعي ويهدر حقوق الإنسان وفي هذا الصدد أكدت دولة قطر دوما رفضها المطلق لجميع أشكال التعصب والتطرف وما تولده من عنف وإرهاب كما دعت إلى ضرورة الإسهام الجاد ضمن إطار الجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتناقض مع قيم كل الديانات السماوية والحضارات الإنسانية ولم تغب القضية الفلسطينية عن المنتدى حيث طالب الوزير القطري الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتسوية هذه القضية وإنهاء السراع في منطقة الشرق الأوسط نتطلع إلى المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة التي أعلنت عن رغبتها في تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتي نثمن جهودها في هذا الشأن لبدل المزيد من الجهود لإعادة استيناف المفاوضات الجادة لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء احتلال الأراضي العربية بناء على برنامج زمني محدد ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وتزامنا عقد مؤتمر تواصل حضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي بدعوة من رابطة العالم الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها بمشاركة بنظمة الأمم المتحدة وحضور نحو 450 عالما ومفكرا يمثلون 56 دولة وكبرى المؤسسات الفكرية والثقافية الإسلامية والأمريكية وتقدم الحضور الأمين العام لرابطة العمل الإسلامي الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى والأمين العام لنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السوديس ورئيس الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الإسلامية في الإمارات محمد بن مطر الكعبي ووكيل الأزهر في مصر عباس شومان التقى وزير الخارجي الأمريكي ريكس تلرسون في نيويورك أمس نظيره الروسي سرقيل عفراف وذلك قبيل بدي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزيرين جدد التزامهما الحد من أعمال العنف في سوريا وإجاد الظروف المؤاتية من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية في جوليف وصرحت المتحدثة باسم بزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن اللقاء شمل التعاون حول الأزمة في سوريا والملفات في الشرق الأوسط والاتفاق الموقع في 2015 حول النزاع في أوكرانيا والذي لا يزال يواجه صعوبات لتطبيقه كان في النشرة الجميل البطاقة الممغنطة لتطيير الانتخابات وعن البواخر المجلس الدستوري يدرس الطعنة بقانون الضرائب والقرار في مهلة أقصاها 15 يوما جريمة في حارة صيدة وتوقيف القاتل أنا بطلب من الدولة مرة واثنين وثلاثة وعشر مليون أقصى العقوبات أنا عيني الخالد والذي بيعمل مثله فضل الله تحذيرات السفارات مخالفة للأصول لا يحق لأي سفارة أجنبية في بلدنا أن تتحدث عن أمننا الداخل هذا مسؤولية الدولة مؤتمراني في نيويورك أحدهما قطري وآخر للدول المقاطعة أكدت دولة قطر دوما رفضها المطلق لجميع أشكال التعصب والتطرف كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة ولكن بقونا معكم لموفاتكم بأي جديد فور وروده إلينا شكرا لكم على حسن المتابعة واللقاء